السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم ياسمين عشور اقول مرة تشوف قناتي يارك تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد فيديو النهاردة هنتكلم على تسجيل الخروج من جميع الاجهزة المتصلة لحساب الفيسبوك تابعوا مع الفيديو للنهاية وزي ما قلنا في البداية فيديو النهاردة هنتكلم على طريق تسجيل الخروج من جميع الاجهزة المتصلة لحساب الفيسبوك يعني ايه او الموضوع ده هيفيدني في ايه هيفيدك بان لو انت نسيت ان حسابك مفتوحة لأي جهاز ممكن تعمله تسجيل الخروج بطريقة سهلة جدا وفي اي وقت انت عاوزه يلا بينا نروح على الخطوات وبندخل على الفيسبوك هندخل على الفيسبوك زي ما حضراتكم شايفين وهندغط على التلات شرط دول اول ما هضغط عليهم هنزل كده وهاختار الاعدادات والخصوصية هيجي لقائمة كده وهتلاقي فيها كلمة الاعدادات هضغط عليه وعلى فكرة انا شغالة من على الموبايل عشان اللي يقولي شغالة من على كمبيوتر وهننزل كده وهنختار كلمة السر والامان طبعا ده بعد التحديث الجديد زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل الجديد وهنضغط على كلمة السر والامان عشان نعمل تسجيل الخروج من جميع الاجهزة المتصلة اللي انا اصلا نسيتها وعايز اعمل تسجيل الخروج فيه فهنضغط بقى لو انت عايز تحزف حاجة واحدة بس يعني انا مسلا ده الجهاز انا عارفاه آآ عايز اسيبه من عليه ده مفتوح الفيسبوك مفتوح او هضغط على التاني احزفه فهتضغط آآ ضغطة كده اهو عندك تسجيل الخروج فهبدأ اضغط على تسجيل الخروج تمام انا ده مش عايز اضغط على تسجيل الخروج مسلا عايز اضغط ضغطة واحدة كده اهو هضغط على تسجيل الخروج تمام يبقى ما افضلش معي غير واحد لو انا عايز احزفهم كلهم اضغط على عرضه الكل اهو زي ما حراركو شايفين اول ما هتضغط على عرض الكل هجيلك تسجيل الخروج من جميع الجلسات هتضغط على تسجيل الخروج من جميع الجلسات لو عايز جلسة جلسة فهتضغط على جلسة جلسة وتعمل تسجيل الخروج من كده خلاص تمام كده كده عملت تسجيل الخروج من جميع الجلسة المتصلة. لحساب الفيس بوك زي ما راكم شايفين طريقة سهلة وبسيطة وبكده نكون خلصنا فيديو نهاردة وتكلمنا على تسجيل الخروج من جميع الجلسة المتصلة. لو عجبك فيديو نهاردة يا ريت ما تنساش اللايك ومشاركة والاشتراك في القناة كانا معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة